اشتركوا في القناة الحمد وراء الامام الحمد لله رب العالمين والامام يقرأ الحمد وقال وقلنا كلنا آمين أقرأ الحمد من جديد ولا خلق بالنسبة للفاتحة إذا قرأتها مع الامام أو بعد الامام وإذا شرع الامام بالصلاة فلا تقول الحمد يعني ما يحتاج أقول الحمد لا ما يحتاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن ما معنى ضامن؟ أنه يعني خلاص يكفيك عن الفاتحة ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فإن قرأتها مع الامام فالحمد لله وإن قرأتها بعد الامام ولكن الامام قرأ وشرع بسورة بعد الفاتحة فلا تقرأ الفاتحة خلاص تنصت لي كتاب الله سبحانه وتعالى شكرا الله خير أعلم فاتحة أشوف البعض أنهم يسمي قبلها هل لازم جباري أن نسمي البسمة مع الفاتحة؟ لا 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 ليس واجب أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم لكن الفاتحة ركن من أركان الصلاة نعم 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 ماشاء الله تبارك الله إيش اللي تسمع الحلوة هذا يا شيخ الله يتزاك الجنة الله يرفع قدرك وإنه والله ماشاء الله تبارك الله حتى تقول شع نور الله يتزاك الجنة الله يبارك فيك يا شيخ تبسمك في وجه أخيك صدق وأنا والله معتاد أني أتبسم في وجه كل أحد ولله الحمد والمنا لأن بعض الإخوة لا يهديها بعضهم يكشر والله صحيح وبعضهم تقول والله صحيح تقول بعضهم عاض على ليمونك لا ابتسم يا أخي ابتسم تبسمك في وجه أخيك صدقة ولذلك تصدق بضروسك ولا تصدق بقروسك بس حنا الحين في الوقت في نبيهم الثنين القروش وضروس الله يبارك فيك الله يزاوكم خير الله يزاوكم خير أسأل الله جل وعلا طبعا نختم بالدعاء أسأل الله جل وعلا أن يديم على بلادنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يشد عبده بولي عهده وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا وأن يحفظ رجال أمننا ويخص بالحفظ والنصر رجالنا المرابطين على حدود بلادنا نحن ننام وننعم وهم يسهرون لحماية وحمايتكم بعد حماية الله سبحانه وتعالى فأسأل الله أن يديم عليهم النصر وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعماركم وأوقاتكم وأن يغفر لكم ولوالديكم وأسأل الله جل وعلا لكل ميت وميتها المغفرة والرحمة وأقول لكل من له ميت ويسمعنا خلف هذه الشاشات انقطع أملهم انقطع عملهم وأنتم أملهم فتصدقوا عنهم بهذا الوقف ثلاثمائة ريال والله أن أحيانا بعضهم يروح لكفي يأخذ لكوبين أو ثلاثة كواب مع زملائم يمكن فوق الميتين ريال والمطعم فكيف في ثلاثمائة ريال مدى الحياة فأقول وأكرر أنتم أملهم بعد أن انقطع عملهم أسأل الله جل وعلا أن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنان قلوا آمين وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى العدنان شكرا لك الشيخ مهنة وبيض الله وجهك والدعن �اتين شكرا لك الشيخ بإذن الله يصليكم سلمة وبيض الله وجهك الله يهينكم يا شباب وصلنا وياكم من فقرتنا اليوم اللي هي فقرة عفية وبيض الله وجهكم وما زاد جمال الفقرة اليوم اللي بحضور الشيخ مهنة العنزي الله يبيض وجه على كل حال نلتقيكم مشاهدين الكرام بإذن الله لأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبيض وجهك تفضلي يا شيخ الله يطول عموك الله يبيض وجهك الله يكتب أجرك إن شاء الله الله يزاك خير العمر الله يزاك خير العمر الله يلعينك